السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كعب الغزال بالعجوة او المنين بالعجوة هنعمله بخطوات بسيطة جدا ومقادير مزبوطة ان شاء الله هيعجبكم اول حاجة خالص هنبدأ بمكونات العجينة معنا هنا نص كيلو من الدقيق ومعنا هنا معلقة كبيرة من الخميرة معلقة كبيرة من السكر نص معلقة صغيرة من الملح ومعنا هنا كباية من السمن على الزيت هن xx Claro co 2 من السلاجة ومعنا هنا كباية من اللبن أول حاجة خالص هنحط على الدقيق الخميرة والملح والسكر ونقلبه مع بعض كويس وبعد كده هنضيف معنا هنا السمنة مع الزيت دي سمنة صيحة من السلاجة بمعيار نفس الكباية بتاعت اللبن بس دي كباية كبيرة شوية هنسيب شوية من السمن عشان نيجن بيها العجوة ونقلب دلوقتي العجينة بالمعلقة واول ما تلوها لزائت في بعضها كده دلوقتي هنبدأ ان احنا نفككها بادينا ونخليها مفرولة كده عاملة زي رمل البحر المينادي واذا لقيتوها طرية في اديكو اول انتو حطيتو سمنة بزيادة ممكن تزودو بس شوية دقيق علشان تفرول معاكو بالشكل اللي قدامنا ده ودلوقتي هنبدأ نستعمل اللبن اللبن دافي يا جماعة علشان العجينة تخمر معانا وهنبدأ ان احنا نضيف شوية بشوية ونلم العجينة كده معانا هنا كوباية من اللبن طبعا مقياس الكوباية بيختلف من بيت لبيت فعشان كده انا بعمل شوية بشوية لغاية لما تشوفوا العجينة لما تمعانا ازاي نبدأ نزود لبن دافي لغاية لما تحسوا ان العجينة بدأت تلمي في ادينا تحطوا شوية بشوية يا جماعة لغاية لما تحسوا ان العجينة بالشكل اللي قدامنا ده خلاص يا كده محتاجة بقى ان هي تتعجن كويس ما عدناش هنضيف اي سويل هنشيل بقى اي حاجة على الرخامة ونحط العجينة دلوقت على الرخامة ونبدأ ان العجينة كويس جدا لغاية لما تحسوا ان هي معددش بتلزق في ايديكو نبدأ ناجن فيها بالشكل اللي قدامنا ده شايفين ما عددش ملزقها في ايدي اي حاجة خالص وبعد كده هنلمع على بعضها بالشكل اللي قدامنا ده شايفين عاملة معانا عجينة متماسكة ما بتلزقش في الايد وكمان طرية ملمسها طري جدا بالشكل اللي قدامنا ده العجينة طرية وجميلة جدا ونعمة دلوقت هنحطها في البولا ونسيبها ونغطى عليها لمدة ساعة لغاية لما تخمر معانا ساعة واحدة بس يا جماعة ودلوقت هنبدأ ان احنا نجهز العجوة معانا هنا قطع من العجوة تقريبا دي نص كيلو وهنا معلقتين السمنة اللي احنا سيبناهم من الاول هنبدأ نقصر العجوة بشكل اللي قدامنا ده هي طبعا طرية بس محتاجة ان هي تطرع عن كده شوي هنقصرها بشكل اللي قدامنا ده وبعد كده هنضيف عليها السمنة ونفضل ان احنا ناجن فيها كده بالسمنة ونحط باقي كمية السمنة اللي معانا يعني استعملنا في الوصفة كلها بالعجينة بالعجوة كوباية السمنة اللي انتو شفتوها معانا سمنة على زيت يا جماعة واللي عايز يستعمل سمنة بس حاجة ترجع له دلوقت هنفضل ناجن في العجوة كده لغاية لما تطرع معانا خالص خلاص يا طرية معانا وزا ما حضراتكم شايفين بتلم معايا خالص اهي يبقى يا كده خلاص تمام قوي ينفع ان احنا نفردها وتتفرد معانا بمنتهى السهولة ودلوقتي هنفرد على الرخامة كيس كبير او المتاح بالنسبة لكم انا فردت على الرخامة بالشكل اللي قدامنا ده استريتش فيلم اللي هو ده او كيس المتاح عندكم يا جماعة وهنبدأ نحط عليها قطعة العجوة بتاعتنا وبعدين هنحط عليها برضو اه اكياس او بحيث ان احنا نفرد جواهم العجوة لان لو فردنا العجوة مباشر على الرخامة هتتفرد معانا مش هيحصل حاجة لكن لما نيجي نشيلها هتتقطع وتتكسر وتضيقنا شوي دلوقتي بعد ما حطينا طبقة من هنفرد دلوقتي العجوة بالنشابة نفردها كويس جدا لغاية لما نحصل على الطبقة السمك بتاعها رفيع جدا من العجوة زي ما حضراتكم شايفين كده لان طبعا هي هتلف معانا رولف هيبقى اكتر من طبقة من العجوة دلوقتي خلاص احنا فردناها كويس جدا هنشيلها بقى وهنبدأ ان احنا نشتغل في العجينة ودي العجينة بتاعتنا بعد ما عد عليها ساعة كاملة شايفين ما شاء الله خمرت وبقت حلوة جدا دلوقتي هي جاهزة ان احنا نفردها هنفردها الاول كده بايدنا ونزبطها وبعد كده نبدأ ان احنا نفردها بالنشابة نفردها كويس لغاية لما تبقى معانا بالسمك اللي قدامنا ده مش سميكة ومش رفيع يعني بالسمك اللي قدامنا ده دلوقتي هنحط عليها بقى العجوة شايفين الكيس بتاع ستريتش فيلم هيسهل علينا خالص ان احنا نشيلها بمنتهى سهولة لو كنا حطناها على الرخامة او فردناها الرخامة من الاول كانت هتدايقنا او احنا بنشيلها من عليها وهتعد تلزة دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نزبط العجوة على العجينة والزيادات اللي موجودة دي هنشيلها ونرجع نفردها تاني بحيث ان احنا نغطي اكبر جزء من العجينة بالعجوة نشيلنا الزيادات من العجوة اللي مش مظبوطة معانا ودلوقتي هنرجع نفردهم تاني كويس بالنشابة برضو بنفس الطريقة على كيس ونوزع بقى العجوة لغاية لما نحاول نغطي العجينة كلها ولو ما تغطاش جزء معانا عادي خالص ممكن نعمله جزء سادة احنا كده خلاص حطينا العجوة على العجينة ودلوقتي هنبدأ ان احنا نعملها كرول هنلفها من تحت بشكل اللي قدامنا ده بالراحة ونلفها الجوة كده ونفضل ان احنا نلف العجينة الجوة كده لغاية لما نحصل على رول كبير بالشكل اللي قدامنا ده والجزء اللي من غير عجوة يا جماعة هيبقى جزء سادة عادي جدا دلوقتي خلاص احنا لفينا العجينة كلها نضغط عليها بادينا كده نبطتها لتحت شوية عشان ما تبقاش مرتفعة نضغط عليها كده بالشكل ده وبعد كده هنجيب معنا هنا صاق كبير او صانية على حسب الموجودة عندكم انا حطيت عليه ورقة زبدة ممكن تستعمله صانية ودلوقتي هنقطع الطروف اللي هي المش متساوية دي وبعد كده هنبدأ نقطعها بالحجم اللي انتوا عايزينه طبعا الطروف دي من غير عجوة هنقطعها عادي ونسيبها نحطها تستوي معنا عادي جدا مفيش مشكلة دلوقتي هنبدأ ان احنا نقطع المينين بتاعنا او كعب الغزال بالحجم اللي انتوا عايزينه ونرسه على الصانية ونقطعه بالحجم اللي انتوا عايزينه انا بالنسبة لي الحجم ده كده كويس وبعد كده هنبدأ ان احنا نرسه على الصاق او على الصانية شايفين ما شاء الله العجوة متوزعة معنا كويس هنرسه دلوقتي على مسافات متبعدة في الصانية او الصاق ومش شرط ابدا استعمال ورقة زبدة بس انا ما بحبش يكون ورق الفايل ملامس للمعجنات بتاعت فبحب حط ورقة زبدة يعني انت ممكن تستعمله صانية عادي جدا دلوقتي بعد ما خلصنا الكمية كلها شايفين شكله جميل جدا اهو هنسيبه بقى يرتاح معانا نص ساعة وبعد ما عد عليه نص ساعة هنبدأ دلوقتي نحط على الوش بيضة هنجيب معانا هنا بيضة ونحط عليها رشة فانيليا ونبدأ ان احنا ندهن بيها وش كعب الغزال او المنين بتاعنا وبعد ما دهننابه البيضة هنرش عليه من فوق كده سمسم ده سمسم مش محمص يا جماعة لغاية لما نخلص الكمية كلها وبعد كده هندخلها على فرن سخنة على درجة حرارة 180 بتقعد من ربع ساعة لتلت ساعة لحسب قوة الفرن بتاعك لغاية لما تحمر معانا من تحت لو الفرن بتاعك فيه مروحة هتحمر من تحت ومن فوق لكن لو هو زي بتاعي هتحمر من تحت بس وبعد كده هتشغلوا عليها الشواية انه تتحمرها من فوق وكده بيكون كعب الغزال او المنين بالعجوة جاهز ان احنا نقدمه قعد معايا ربع ساعة في الفرن وبعد كده انا شغلت الشواية حمرت وشه جميل جدا يا جماعة ولازم بقى نشوف واحدة كده ونكسرها من جوا شايفين توزيات العجوة جميلة جدا وطبعا محمر من تحت ومن فوق وده شكله بعد ما قصرناها كده اكتر من رائع وده بقى كعب الغزال بتاعي او المنين بالعجوة اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم اذا عجبكم الفيديو اشتركوا على القناة فعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي او هتنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وتعليقاتكم لدائما بتفرحني وبالفهانة وعافظة